أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كم 233 نواصل في الوحدة التاسعة السلسل الكهروكيميائية ومعادلة نيرنست ونأخذ هذا المثال على معادلة نيرنست أحسب القوة الدافعة الكهربية E-Cell لخلية دانيال المكونة من قطبي الزينك والنحاس تحت الظروف التالية أعطاك المعادلة الكيميائية وموضح فيها تراكيز المواد المكونة لخلية دانيال الخطوة الأولى دائما قبل أن تستخدم معادلة نيرنست يجب أن تتأكد أن المعادلة موزونة ماذا نقصد بوزن المعادلة نقصد أن عدد الإلكترونات المفقودة يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة طيب كيف نعرف أن عدد الإلكترونات متساوي أو غير متساوي من خلال الشحنة الموجودة على العناصر والأيونات في المعادلة الكيميائية المعطاة لاحظ أن عدد الأكسدة للزينك هنا في المتفاعلات صفر بينما عدد الأكسدة للزينك في النواتج موجب 2 إذن الزينك فقد إلكترونين بينما عدد الأكسدة للنحاس أيون النحاس في المتفاعلات موجب 2 وعدد الأكسدة للنحاس في النواتج صفر إذن النحاس اكتسب إلكترونين إذن عدد الإلكترونات المفقودة يساوي المكتسبة يساوي 2 الآن نستطيع أن نطبق معادلة نيرنست والخطوة الأولى في تطبيق معادلة نيرنست هي حساب جهد الخلية القياسي ما هو القانون الذي يجب أن نستخدمه لحساب جهد الخلية القياسي جهد الخلية القياسي يساوي جهد الكاثود ناقص جهد الأند ومن خلال السلسلة الكهروكيميائية جهد النحاس هو موجب 34 من 100 فولت وجهد الزينك سالب 76 من 100 فولت كيف نحدد الكاثود والأنود لازم نتذكر ما قلناه سابقا جهد الكاثود دائما هو الجهد الأعلى وجهد الأند دائما هو الجهد الأقل إذن النحاس هو الكاثود والزينك هو الأند بالتالي جهد الخلية القياسي يساوي 34 من 100 فولت ناقص ناقص 76 من 100 فولت يساوي 1.1 فولت دا جهد الخلية القياسي والآن ننتقل إلى معادلة نيرنست دا معادلة نيرنست جهد الخلية يساوي جهد الخلية القياسي حسبناه سابقا في هذه الخطوة 1.1 ناقص 0.059 وده ثابت موجود في معادلة نيرنست تكسيم N إن عدد الإلكترونات قلنا إن عدد الإلكترونات يساوي 2 لوج تركيز النواتج على المتفاعلات أو للحالة المؤكسدة على الحالة المختزلة اللي هي النواتج آيون الزينك 4 من 100 M بينما تركيز آيونات النحاس 2 من 100 M ونلاحظ هنا إنه تم إسقاط في لزي الزينك والنحاس لماذا؟ لأنه مواد صلبة ونحن قلنا تركيز المواد الصلبة تعتبر تساوي الوحدة وبذلك لا تؤثر على حساباتنا إذن في النهاية جهد الخلية غير القياسي يساوي 1.06 ونلاحظ أنه مختلف عن جهد الخلية القياسي بذلك ننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر الكيمية الكهربية 233 في دروس لاحقة